يمكن جميعا بنعيش أزمات الطاقة والغذاء اللي العالم كله بيعاني منها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعتها من نقص سلاسل الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة ويمكن أيضا استمرار جائحة كورونا اللي لا تعرف كلمة النهاية بعد لكن الحديث اليوم الأبرز عن قمة جدة للأمن والتنمية هذه القمة الهامة جدا والاستثنائية في توقيت مهم وحاسم بالنسبة للعالم أجمع ويمكن تابع العالم كله وسائل الإعلام العالمية وأيضا العربية هذه القمة وما تم ترحه من قضايا ومناقشات على طاولة المباحثات وأيضا مخرجات هذه القمة لكن الحقيقة عشان يتضح لنا الأمر أكثر لازم نعود الوراء شوية تم يوم ويعني نتذكر اللقاءات العربية الثنائية وأيضا الثلاثية التي تمت في القاهرة وفي شرم الشيخ وأيضا زيارات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي العربية الخارجية في الفترة اللي فاتت ويمكن احنا هنا النهاردة شفنا طرح عربي موحد رؤية عربية مشتركة تم اليوم طرحها في قمة جدة وده تضح بشكل كبير جدا من خلال التنصيق اللي شفناه في كلمات القادة والرؤساء العرب تجاه كل القضايا اللي بتهم المنطقة العربية والعالم أجمع وخلينا نروح مع حضرتكم دلوقتي ونسمع جزء من كلمة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي اللي قدم فيها مقربة شاملة ارتكزت يمكن على خمس محاور هامة كان حديث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أولا عن القضية الفلسطينية وإيجاد حل شامل وعادل ونهائل هذه القضية الفلسطينية وليس فقط العودة للمسار المفاوضات أيضا تحدث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عن الأمن القومي العربي وهو أمن كل لا يتجزأ وأيضا تحدث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وأيضا تحدث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عن بناء المجتمعات على أسس الموطنة وتمكن الشباب والمرأة ويمكن ده بيعكس جزء كبير مما يحدث فيه داخل المصري وأيضا دعا سيد رئيس عبدالفتاح السيسي إلى تضامن الدولي لمصلحة الشعوب اليوم لمواجهة الأزمات الحالية من غذاء وطاقة وأيضا الحفاظ على الأمن المائي خلينا نروح مع حضرتكم دلوقتي نسمع جزء من كلمة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية سالسا يتعلق هذا المحور بالأمن القوم العربي والذي أؤكد على أنه كل لا يتجزأ وأن ما يتوفر لدى الدول العربية من القدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي وأشدد في هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول وعالم التدخل في شؤونها الداخلية والأخاء والمساواة هي التي تحكم العلاقات العربية البينية وهي ذاتها التي ينص عليها روح مثاق الأمم المتحدة ومقاصده وتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي هذا ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل معاودة التأكيد على ضرور اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتاج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أساحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الزرية في هذا الصدد والحفاظ على منظومة عدم الانتشار وبما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة لأمن الإقليمي في المنطقة